تتسارى الأفكار مع التطورات الجارية في الساحتين الدولي والإقليمي الأمر الذي دفع ببعض المجتمعات على توقع هدوث أزمة في الغذاء على مستوى العالم بسبب النقص الحاد في المنتوج من القمح فيما هزى بعض الانتهازيين من التجار إلى اغتنام هذه الفرصة والقيام برفع أسعار المواد التموينية خصوصا الخبز والمواد الاستهلاكية التي غالبا ما تكون في متناول يد الجميع كالسلع الأولية وأن الغلاء المعيشي صار جزءا من الكفاه المتواصل للحكومة الانتقالية بسعيه الدؤوب إلى تزويد المواطنين بإمكانيات وتوفير الغلال بعصعار ماقولة عبر دعوة الحيئات المجتمعية وأرباب العمل وغرفة التجارة بغية توفير مناخ آمن للمواطنة الشادي والعمل على محاربة الفقر وهذه الخطوة اتغذتها الهكومة ضمن التدابير الملائمة للاستقرار الاجتماعي والتقليل من حدة الغلاء الفاهش التي تشهدها معظم الأسواق والمحالة التجارية وأن هذه المعضلة لم تعرف مصدرها حتى الآن ربما عزل بعض للمواد المستوردة ويشهد بلدانها أزمة في التصدير والاستيراد على العموم فإن هذه الظاهرة الأصيبة لابد من إيجاد حل لها وأن المجتمع الشادي يترقب بوادر الأمل من السلطات العليا لاستشفاء غليله حتى يستطيع التعامل مع هذا الوضع والتغلب على نوائب الدهر ويخرج منتصرا مع هلول شهر الخير والنماء ويتخلص من الأوهام والتداعيات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي ولا يمكن الخروج من هذه المرحلة إلا إذا تخلت تجار أنتيهم وجشعهم بغرض الاستفادة من هذا الظرف حتى يكون التاجر والمستهلك متعادلان كدفتي الميزان وكل منهم مكمل للآخر وتستقر الحياة ويهنأ المواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر